موسيقى أهلا بكم إلى المسائية من الميادين وفي ملفاتها لهذه الليلة موسيقى خدوء حذر على حدود قطاع غزة بعد غارات جوية ولا مؤشرات على التصعيد فهل فشل الاحتلال في تغيير معادلات عدوان الجرف الصلب الجمهوريون أمام معضلة ترشيح ترامب للسباق إلى البيت الأبيض هل هو مأزق حزبي أم أزمة الطبقة السياسية موسيقى لندن تنتخب عمدتها من أصول باكستانية أي رسالة يحملها فوز صديق خان للمسلمين وللمصابين برهاب الإسلام في أوروبا مساء الخير بذريعة اكتشافها عددا من الأنفاق على حدود قطاع غزة حاولت إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك المعتمدة منذ انتهاء عدوان الجرف الصلب حماس شددت على رفضها تغيير المعادلات ووجهت رسائل عبر أطراف عربية وأقليمية بعدم رغبتها في التصعيد مع الاستعداد للرد العلام الإسرائيلي ربط الغارات بتقرير مراقب الدولة الذي يتهم نتنياهو والجيش بالتقصير في التعامل مع الأنفاق في الحرب الأخيرة فهل فشلت محاولة إسرائيل؟ وهل من رسالة عابرة للقطاع بالتزامن مع استقبال المرشد الإيراني أمينة عام حركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح؟ هذا في المحور الأول للمسائية وفي المحور الثاني نناقش معضلة الحزب الجمهوري في ترشيح دونالد ترامب لرئاسة الأمريكية هل يكون لمصلحة منافسته الديمقراطية؟ أما في المحور الثالث فنبحث في أبعاد انتخاب صديق خان عمدة للندن وما يحمله من رسائل للمصابين برهاب الطوائف والأديان في أوروبا والعالم الإسلامي ولكن قبل كل ذلك نتوقف مع موجزا لأهم الأخبار أهلا بكم أفدت مراسلة الميادين بأن الجيش السوري صد هجوما لمسلح داعش على حي العمال في دير الزور وكان الجيش صد هجوما لمسلح داعش باتجاه لقاة انتشاره في حي الصناعة في مدينة دير الزور وقصف تحركات وتجمعات لمسلح التنظيم في المدينة وحقق إصابات مؤكدة في صفوفهم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تمديد العمل بنظام التهدئة في شمال اللذقية وحلب ثلاثة أيام وذلك بناء على مبادرة روسية وفي بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قرار التمديد هدفه منع المزيد من التدهور البيان وضاف أن عدد المناطق المنضمة إلى الهدنة ارتفع إلى 94 أعلن معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن المباحثات الأخيرة بين طهران وموسكو ناقشت أسباب نقض الهدنة في سوريا عبداللهيان رأى أن الإرهابيين والمجموعات المسلحة التي تسمى خطأ المعارضة المعتدلة على حد وصفه تتحرك على نحو المشترك الدبلوماسي الإيراني قال أن استغلال المسلحين للهدنة يثبت أنهم وبدعم خارجي يريدون الاستمرار بالتحركات العسكرية ولا يؤمنون بالحل السياسي عبداللهيان أكد أيضا أن الحل في سوريا سياسي فقط ودع المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهابيين ووقفهم أكدت مصادر يمنية في الكويت للميادين أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد علق المشاورات المباشرة بين الوفدين لكنها ستستمر بجلسات منفصلة معه وقال ولد الشيخ في صفحته على الفيسبوك أن المشاورات ستستمر غدا في يوم جديد وكان الوفدان عقدان يوم جلستين مشتركتين اقترح للمبعوث الأممي تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة تشكيل سلطة انتقالية قد اعترض وفد الرئيس هادي على وقف الغارات وطلب باستمرارها وفق ما نقل مراسلنا عن مصادر يمنية بينما اعترض وفد صنعاء على تصريحات رئيس وفد الرئيس هادي بوجوب تسليم الجميع لشرعيته وأثار موضوع صور قوات أمريكية إلى قاعدة العنت تمكنت القوات الأمنية العراقية مدعومة بقوات من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير منطقة البحيرات وشمال الروفة في ناحية الكرمة شرق الفلوجة عملية تحرير تلك المناطق تمهد الطريق لمعركة تحرير الفلوجة من داعش وقد تكبد التنظيم عشرات القتلى من مسلحي أعلنت السعودية عن تغيير الشامل في الحكومة وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وزارة وأجهزة وهيئات حكومية إذ ألغت وزارة المياه والكهرباء ودمجت وزارتين العمل والشؤون الاجتماعية معا تحت وزارة واحدة بالإضافة إلى تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة لتكون وزارة التجارة والاستثمار كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وأعفي وزيرها علي النعيم ليعين بدلا منه خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية المجز انتهى والمسائية مستمرة مع وفاء إليك وفاء شكرا لك سلمة إذن هواجس الاحتلال في بحثه عن أنفاق المقاومة فجر حالة التصعيد مع المقاومة الفلسطينية التي ترفض فرضا واقعا جديدا على الأرض وفي الأثناء يسيطر الهدوء الحذر على القطاع بعد الغارات التي حاولت إسرائيل عبرها جسى نبض المقاومة في محاولة لتغيير المعادلات المعتمدة منذ انتهاء العدوان الأخير أحمد غانم هذا الدمار هو جزء مما خلفه القصف الإسرائيلي لورشات واراد زراعية في غزة خلال الساعات الماضية بعد استهداف المقاومة لمواقع الاحتلال وقواته التي توغلت قبل يومين في منطقة صوف شرق رفح في إطار عملية البحث الحثيثة عن أنفاق المقاومة على طول الحدود أعمال الحفر التي تجاوزت الخط الفاصلة أربكتها المقاومة بقذائفها وتسببت بوقفها مفشلة سعي إسرائيل إلى فرض وقائع جديدة على الأرض مقاومة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يفرض معادلات جديدة في قطاع غزة كل حدود قطاع غزة يجب أن تبقى آمنة ولكل مواطن من قطاع غزة ولكل مواطن فلسطيني المقاومة أدت دورها في الميدان وكسرت هذه المعادلة لا نريد أن نجر شعبنا إلى حرب لكن إذا فرضت الحرب على أهلنا في قطاع غزة فإن المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي كتائب القسامي كانت قد نفت مزاعم إسرائيل حول اكتشافها نفقا جديدا في منطقة صوفا قبل أيام وأكدت في بيانها أنه نفق قديم نفذت منه الكتائب أولى عملياتها في العدوان الأخير وفيما تتزايد الهواجس الإسرائيلية من خطر الأنفاق يرى متابعون أن أمر اكتشافها وتدميرها ليس سهلا نظرا لهندستها المعقدة هندسة الأنفاق هندسة معقدة ولهذا حتى في حال كشفة تستمر الأنفاق في العمال ويتستطيع المقاومة فتح فرعيات أخرى وعيون أخرى الاحتلال الإسرائيلي لا يدمر إلا عين واحدة أيضا الاحتلال الإسرائيلي يخشى دخول هذه الأنفاق لأنها قد تكون مفخخة مطالب المقاومة بسحب الاحتلال آلياته المتوغلة شرق رفح طرحت بعد حديث عن وسطات عربية وأوروبية لاحتواء الأزمة التي قد يفجرها إعلان الاحتلال استمرار عملية الحفر بحثا عن أنفاق المقاومة محاولات إسرائيل لتدمير الأنفاق يقابلها حرص من المقاومة الفلسطينية للحفاظ على أنفاقها لما تبثله من أدوات مؤثرة في الصراع مع الاحتلال الذي عبر عن عدم رغبته في خوض مواجهة مفتوحة مع المقاومة أحمد غانم غزة الميادين الاتصالات التي جرت خلال الأيام الأربعة الأخيرة ولا سيما الكلام عن الرسائل التي تبادلها الإسرائيليون وحماس عبر دول عربية وتركيا والأمم المتحدة وتأكيد الجانبين عدم الرغبة في التصعيد يشيروا إلى استبعاد تدهور الوضع إلى حرب شاملة على غرار الحروب الثلاثة الماضية فما هي الأسباب التي دفعت إسرائيل لخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتوتير الوضع مع قطع غزة عمر كايد تصاعد التوتر في قطع غزة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية لا يشي كما تظهر المؤشرات الحالية بنذر حرب مقبلة فالقوى المعنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي مقدمها أمريكا ومصر وقطر سارعت إلى الضغط باتجاه التهديئة وهو ما يشير إلى أن الظروف الإقليمية والدولية لا تحتمل اندلاع حرب جديدة أما فيما يخص الحسابات الداخلية الإسرائيلية فقد انشغل الشارع الإسرائيلي وإعلامه وأوساطه السياسية خلال الأيام الماضية بمسودة تقرير أعده مراقب الدولة ينتقد أداء المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014 محللون إسرائيليون رأوا في التقرير خطورة لا تقل عن تقرير فنوغراد الذي قيم أداء الجيش الإسرائيلي ومخابراته والحكومة بعد الحرب على لبنان عام 2006 أهم ما في التقرير الجديد انتقاده الوسائل التي استخدمت في معالجة الأنفاق الفلسطينية لعل التصعيد الأخير وإصرار قوات الاحتلال على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال إرسال فرق هندسة للمنطقة العازلة بين المناطق التي يسيطر علي الاحتلال وقطاع غزة بهدف معالجة الأنفاق كما يقولون هو محاولة من نتنياه للهروب إلى الأمام وصرف نظر الشارع الإسرائيلي وسعي في الوقت نفسي لجس نبض المقاومة واختبار جهوزيتها لكن رد المقاومة السريع يؤكد مجددا أن الفصائل الفلسطينية ورغم عدم رغبتها في التصعيد لن تقبل بأي محاولات إسرائيلية لتغيير المعادلات التي فرضتها الحرب الأخيرة وللوقوف عند هذا الملف معنا من قطاع غزة القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان أهلا بك دكتور إسماعيل ومعنا من لندن رئيس تحريج جريدة رأي اليوم الإلكترونية لأستاذ عبد الباري عطوان أهلا بك أستاذ عبد الباري أبدأ منك دكتور إسماعيل بتقديركم لماذا الآن قامت إسرائيل باستغلال موضوع الأنفاق لضرب قطاع غزة بسم الله الرحمن الرحيم دعيني أوضح بأن الاحتلال الصهيوني بداية من خلال هذه التصعيد الخطير الذي من خلالها أراد أن يستعيد نوع من الإطمئنان للمستوطنين في غلاف المستوطنات في غلاف قطاع غزة وخاصة أن حالة الرعب وصلت مداها من خلال الحديث عن الأنفاق والحديث عن معركة الإعداد وعما تسببه من قلق شديد في هذا الجانب وبالتالي هذا سبب من الأسباب يعني هو يحشد الاحتلال كل هذه الطواقم الهندسية وكل القوى العسكرية ليقول للمستوطنين في غلاف غزة أننا قادرون على حمايتكم لأنه أشبه ما تكون هناك هجرة من مستوطنات غلاف غزة هم يتحدثون أنهم أمبا أن يكونوا أسرى لدى المقاومة أو قتلى أو أن البعض منهم قد هاجر وترك هذه المناطق وبالتالي هو أراد أن يهدئ من روع المستوطنين هذا سبب رئيس من الأسباب السبب الثاني كذلك هي محاولة لصرف الأنظار عن انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة وذاك لأجل تشتيت هذا الجهد وصرف الأنظار محاولة لتسخين هذه الجبهة كمحاولة لصرف الأنظار عن انتفاضة القدس والسبب الثالث كذلك هو الفشل الدريع الذي يتحدث عن مراقب دولة الاحتلال الصهيوني الذي يتحدث عن فشل دريع للاحتلال الصهيوني في معركة العصف المأكول الأخيرة التي شنها الاحتلال هذا العدوان على قطاع غزة وأثبت هذا التقرير فشلا دريعا للاحتلال الصهيوني وإخفائه لكثير من المعلومات والحقائق العسكرية التي من خلالها تم استخدام الأنفاق كخيار استراتيجي وكانت هذه الخطوط استراتيجية حينما ثبت كذب هؤلاء على ما يسمى بالمجلس الأمني المصغر الكابينيت وهناك تداعيات داخلية وبالتالي تأتي هذه الحملة من التصعيد كذلك لمحاولة الكشف وجس نبض المقاومة وجهزيتها ومحاولة الكشف عن الأنفاق التي سببت رعبا شديدا لهذا المحتل الصهيوني طيب أستاذ عبد الباري هل تتفق مع دكتور إسماعيل فيما يتعلق بالأسباب التي دفعت بإسرائيل للتصعيد الآن في هذه المرحلة هذا أولا وهل هذا القصف الإسرائيلي يحمل رسائل أبعد من قطاع غزة هذا القصف الذي يأتي بالتزامن مع زيارة لرمضان عبدالله شلح لإيران ولقائه بالمرشد الإيراني سيد علي خامنائي ست وفاء أولا تحية لك وتحية للأستاذ إسماعيل دكتور إسماعيل وكل المشاهدين أود أن أبدأ حيث توقف دكتور إسماعيل وأن أقول بأن إسرائيل الآن تعيش حالة من الرعب غير مسبوقة على الإطلاق رغم كل التهديدات ورغم كل العرض الذي يحاول بنيمين نتنياهو تقديمه كأن إسرائيل دولة عظمى أو دولة كبرى في المنطقة تهدد هنا وتهدد هناك إسرائيل الآن في حالة عزلة دولية ونحن في الغرب وفي أوروبا على وجه التحديد نلمس هذه العزلة من خلال الحملة الشرسة التي تشنها حاليا لكل من ينتقد إسرائيل ولكل من ينتقد احتلالها ولكل من ينتقد عنصريتها ومبارساتها في الأراضي المحتلة هذه نقطة نقطة أخرى إسرائيل في حالة رعب أمني على وجه التحديد نحن نعرف أن هذه الأنفاق تسبب رعبا ليس فقط للمستوطنين الإسرائيليين في غلاف قطاع غزة وإنما أيضا في داخل العمق الفلسطيني المحتل هذا يعني نحن علينا أن نتذكر دائما بأن في العدوان الإسرائيلي الصيف قبل الماضي استطاعت قوات المقاومة من خلال أنفاق أن تقوم بعملية إنزال خلفي زلزلة الكيان الإسرائيلي واستطاعت أن تقتل العديد من الجنود الإسرائيليين وتأخذ بعضهم أسرة وصورت هذه العملية بنجاح كبير وأصبحت مفخرة للمقاومة العربية والمقاومة الإسلامية في كل العصور هذه النقطة النقطة الأخرى إسرائيل الآن تخشى من العودة إيران بشكل أساسي إلى قطاع غزة من خلال الاستقبال غير المسبوق الذي حضي به الدكتور رمضان عبدالله شلح حيث استقبل على أعلى مستوى في إيران استقبل من خلال المرشد الأعلى علي خاميني استقبل من قبل الرئيس حسن روحاني استقبل أيضا من وزير الخارجية الذي هو محمد جواب ضريف هذا الاستقبال الكبير والكلام الذي تحدث فيه الدكتور رمضان عبدالله شلح وهو دعم إيران للمقاومة الفلسطينية هذا أصاب إسرائيل بحالة من القلق غير مسبوق يعني عندما تتب المصالحة أو تسوية الخلافات بين حركة الجهاد الإسلامي وبين اللي هو داعمها الأساسي اللي هي السلطات الإيرانية أو الحكومة الإيرانية فهذا يعني أن الجهاد الإسلامي ربما يقوم بعمليات فدائية استشهادية ضخمة جدا في إسرائيل وربما أيضا يعود إلى إطلاق الصواريخ يعني ممكن أن تنهار هذه الهدنة في أي لحظة فأعتقد كمان نقطة أخرى أخيرة أن إسرائيل عودتنا أن تشنوا عدوانا على قطاع غزة كل عامين وتجد الذرائع لتغطية مثل هذا العدوان ونحن علينا نضع في اعتبار بأن الصيف القادم ربما يكمل عامين على العدوان الأول ما أطلق عليه الرصاص المصموط يعني عطفا على ما تقول التحليلات الإسرائيلية يبدو بأن هذا الصيف سيكون صيفا ساخنا ولكن سؤال لك دكتور إسماعيل تحذر حماس من تغيير قواعد الاشتباك ومحاولة إرساء قواعد جديدة ما الذي تعنيه بتغيير قواعد الاشتباك وما هي المعادلة التي تريد إسرائيل إرساءها مع حماس والتي تحذر منها حماس حقيقة نعم الاحتلال صهيوني هو يحاول من خلال هذه الاجتياحات التي تتعلق بمئة متر مئة وخمسين متر عبر الحدود ويسميها بما يسمى بالمنطقة العازلة وذاك اعتمادا على ما تم بتسويات سابقة مع السلطة الفلسطينية للأسف ويعتبر أنه من حقه أن يتحرك في هذه المنطقة العازلة نحن كمقاومة فلسطينية وكحماس كطليعة لهذه المقاومة مع الفصائل المقاومة الفلسطينية أكدنا ونؤكد أننا لن نقبل تغيير قواعد هذه القواعد ولا تغيير الواقع الموجود بمعنى آخر أنه لا منطقة عازلة لا نعترف بأي منطقة عازلة وليس هناك حق لصهاينا بأن يدخلوا فترا واحدا ولا شبرا واحدا إلى أرض قطاع غزة بل نحن في سياستنا سياسة تحريرية للتحرير فلسطين كل فلسطين ولكن نحن نقول الآن أنه يحرم على الصهاينا أن يدخل إلى قطاع غزة وليست هناك ما يسمى بالمنطقة العازلة لأجل ذلك نحن نرفض أي محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وحماس والمقاومة الفلسطينية وجهت رسائل واضحة أنه لن نقبل بتغيير هذه القواعد ولا تغيير الواقع الموجود وأن أي تدخل أو اجتياح سيقابل بالمقاومة أي تدخل هذا ما كنت أود السؤال عن ما الذي ستقوم به حماس لمنع المحاولات الإسرائيلية لتغيير قواعد اللعبة قواعد الاشتباك وهل ستذهب إلى المواجهة حتى وأن دخلت في حرب لما قد يقال بأن حرب الجفة الثانية دعينا أقول لك أننا لسنا طلاب حرب وأن المقاومة هي التي تحدد الزمان والمكان المناسبين للمعركة ولكن إذا ما فرضت علينا المعركة فنحن لها وبالتالي لكننا لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يتغير الواقع وأن يفرض الاحتلال واقعا جديدا لأجل ذلك إن أي توغل إن أي اجتياح يجابه بالمقاومة وبالتالي على كل الأطراف أن تعلم ذلك ومن هذا المنطلق كانت كل الأطراف والوسطات التي دخلت لأجل إعادة التهدئة وتفاهمة التهدئة قلنا لها بشكل واضح بأن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وعن تداعيات هذا التصعيد لأنه هو الذي خرق تفاهمات التهدئة ليست هناك منطقة عازلة نرفض فرض أي وقائع جديدة وأي توغل أو دخول إلى ساحات قطاع غزة سيجابه بالمقاومة أستاذ عبد الباري كيف نفهم عندما ترسل حماس عبر دول عربية الأردن ومصر وأيضا عبر تركيا وليست فقط دول عربية رسائل إلى إسرائيل بأنها لا تريد التصعيد ولا تريد الحرب نعم هذا تصرف حقلاني وتصرف يعكس حكمة لدى القيادة السياسية والقيادة العسكرية أيضا في حركة حماس بمعنى هناك 2 مليون مواطن فلسطيني محاصرون بالكامل في قطاع غزة هناك وضع مأساوي بكل معنى الكلمة يعني ليس من مصلحة قطاع غزة أنه كل عامين يكون هناك عدوان إسرائيلي يستشد فيه بين 2000 و3000 إنسان معظمهم الأطفال والنساء وتحصل عمليات تدمير يعني عمليات الإعمار للعدوان الأخير لم تتم حتى الآن رغم المؤتمرات ورغم الأموال ورغم قيل من أموال رزد في هذا الإطار لكن إذا قررت إسرائيل أن تشنوا عنواء عدوانا على القطاع فليس أمام المقاومة إلا التصدي والمقاومة في الحرب الأخيرة أو في العدوان الأخير يعني صمدت لمدة 53 يوما وألحقت خسائر كبيرة عسكرية وسياسية ونفسية بالعدو الإسرائيلي فأعتقد هذه الوساطات أيضا هي من مصلحة إسرائيل ومن مصلحة العالم الغربي يعني إسرائيل والعالم الغربي الآن لا يريد انفجار الحرب في قطاع غزة وأن تبدأ الصواريخ تسقط على تل أبيب مثل ما كان في حرب العصف المأكول التي حدثت قبل عامين ليس من مصلحة الغرب على وجه التحديد في هذا الغرب ويعني رجاله في المنطقة وهم كثر والحمد لله ليس من مصلحة الغرب الآن أن تنفجر هذه الحرب لو انفجرت هذه الحرب الحرب الوحيدة التي توحد المسلمين في العالم بأسره وتدعهم يضعون خلافاتهم جانبا الطائفية والسياسية والعسكرية هي قضية فلسطين والحرب على قطاع غزة هذه هي الحرب الوحيدة التي توحد العالم الإسلامي هم لا يريدوا العالم الإسلامي موحدا في الوقت الحالي وفي الضرف الحالي حيث تشتعل الحرب في سوريا تشتعل الأزمات في العراق تشتعل الحرب في اليمن هذه الحرب هي أم الحروب دائما فلسطين هي أم القضايا وهي القضية الموحدة للأمة بأسرها لا يريد لهذه الأمة أن تتوحد على أرضية المقاومة في فلسطين هذه النقطة الأساسية ولذلك الوسطات ليس حماس التي توسط وإنما هذه الدول حليفة أمريكا هي التي تتوسط من أجل منع هذا الانفجار السيد عبد الباري الاحتكاكات حتى الآن محدودة رسائل كما ذكرنا الآن نقلت عبر دول عربية قطر الأردن ومصر من حماس لإسرائيل تقول بأن لا رغبة في تصعيد لدى حماس وهناك أيضا التحليلات الإسرائيلية التي تقول بأن لا توجد رغبة حتى إسرائيل يبيت تصعيد وذهب نحو الحرب إذن نحن أمام سيناريو التهدئة وليس سيناريو التصعيد أم أن سيناريو التصعيد موجود وحاضر في أي لحظة يا سيدتي الحرب العالمية الأولى انفجرت بسبب اغتيال ولي عهد النمسا يعني أحيانا حدث صغير يؤدي إلى تفجير هذه الحروب يعني هناك توتر هناك احتقان احتقان في قطاع غزة هذا القطاع بحاصر منذ عابين المعابر مغلقة الناس فقدت أعمالها الاقتصاد ميت الكهرباء ساعات محدودة في اليوم المياه غير متوفرة الصحة غير متوفرة فهذا احتقان يعني الشعب الفلسطيني الآن يعاني يعاني بصمت وللأسف لا أحد ينظر إليه بهذه النظرة العملية السياسية مجمدة بالكابل أو انسقطت بالكامل المفاوضات فشلت التنسيق الأمن الفلسطيني على وشك أن ينتهي وإن شاء الله يا رب ينتهي يعني كل انتفاضة السكاكين مستمرة في الأراضي المحتلة والمقاومة بدأت وأعتقد يعني وتتصاعد والانتفاضة قادمة فكل هذا الوضع هذا يعني يحتاج الآن ينتظر إلى عود الثقاب الذي يمكن أن يشعل المنطقة أو يشعل الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في أي لحظة فأعتقد ما يقوله شيء وما هو على أرض الواقع شيء يعني هناك مرجل يغلي هناك إحباط يتراكم ويكبر ومثل ما قلت ينتظر المفجر فأعتقد ربما يأتي هذا المفجر صاروخا يعني على شكل صاروخ من قطاع غزة ربما يأتي أيضا من خلال تغول إسرائيلي والسيد إسماعيل هنية قال يوم الجمعة الماضي بأننا سنضرب أي تغول أمس في خطمة الجمعة في دير البلح سنتصدى لأي توغل إسرائيلي ولو شبر واحد في قطاع غزة لن نسمح بمثل هذه التوغلات فأعتقد الرسالة واضحة يعني صحيح أنه لا أحد يريد الحرب لكن إذا وقعت هذه الحرب فأهلا وسهلا ما هو الخيار الآخر هناك شعب جبار هناك شعب مقاتل هناك شعب بطل ينسى كل خلافاته ينسى كل معاناته ويصدى لهذا العدو الفاجر طيب ابقى معي أستاذ عبد الباري السؤال لك دكتور إسماعيل ربما لدي سؤالين وأريد عليهم إجابة في دقيقة واحدة هل تعتقد أن إسرائيل منزعجة من التهدئة بين حماس ومصر هذا أولا تقرير مراقبة دولة أيضا جاء في وقت حساس إلى أي مدى يلقي بتأثيراته على ما يحدث في غزة لا شك أن الاحتلال الصيوني يسره أن تبقى العلاقات غير طبيعية بيننا وبيننا الشقاء وخاصة شقيقة بصر لأجل ذلك تزعجه حالة التوافق أو الحالة الطبيعية بيننا وبيننا شقيقة بصر ومن هنا نحن نؤكد حرصنا على أن تكون العلاقة مع الشقيقة مصر علاقة إيجابية وطبيعية ومستقرة لصالح الشعبين لصالح القضية الفلسطينية طيب أنا أشكرك كل الشكر دكتور اسماعيل رضوان وأنت القيادة في حركة حماس كنت معنا من غزة أستاذ عبد الباري يبقى معنا في الملفين القادمين حيث مشاهدنا نتابع بعد الفاصل موضوعي معضلة الجمهوريين في ترشيح ترامب للسباق الرئاسي الأمريكي وأبعاد انتخاب صديق خان عمدة للندن أهلا بكم الجديد إلى مسائية الميادين تقدم المرشح الجمهوري المثير للجدل دونالد ترامب بثقة نحو البيت الأبيض يرسخه ظاهرة أمريكية لا غبار عليها لكن هل تكشف هذه الظاهرة مأزقا تعيشه المؤسسة الحاكمة تجاه الشعب الأمريكي جراسيا بيطار دونالد ترامب يكفي ذكر الاسم لكي ترتسم علامات عديدة من الاستفهام والتعجب وربما النفور لدى كثيرين فالملياردار الجمهوري المرشح للرئاسة الأمريكية نجح في أن يطبع صورته في تاريخ أمريكا والعالم سواء وصل إلى الرئاسة أم لا لا شك أن شخصيته الارتجالية والجدلية بالإضافة إلى تعليقاته الساخرة وغير المألوفة لعبت دورا بارزا في هذا الموضوع ولكن ثم تما وراء الأكمة ففوز ترامب حتى الآن لم يكن نظيفا إذا جاز الوصف بمعنى أن لا احتضانا جمهوريا له بعد البعض يذهب إلى الحديث عن كرهية المؤسسة الحاكمة في الحزب الجمهوري لترامب وهذا طبيعي لأن فوز قطب العقارات على ما وصفه بعض الإعلام الأمريكي يعادل هزيمة مدوية لهذه المؤسسة في الواقع إن ظاهرة ترامب فضحت الهوة الكبيرة بين الجماهير الشعبية والمؤسسة الحاكمة مذ قرر ترامب قوض غمار الرئاسة كاد أن يجمع المراقبون على أنه من الخاسرين حتما تقدمه فاجأ تقريبا الجميع تكلم بلغة المناطق الأشد محافظة وعنصرية في مجاهرة عدائها للمهاجرين وبخلاف توجهات المؤسسة الحاكمة قارب النبض الشعبي العام التي لا يزال يعارض مسلسل الحروب والعدوان والتدخل الأمريكي في شؤون الآخرين ووعد بتخفيض النفقات التسليحية إلى النصف واستغل لصالح خندقه اتساع المسافة في السلم الاجتماعي والفرص الاقتصادية في تقدمه بثقة نحو البيت الأبيض بدأت التيارات في حزبه بجلد ذاتها كأن يشبهه البعض بمسخ فرانكشتاين يقلق الرجل النخب المصرفية والمالية الخائفة من أن يحقق وعده فيطيح بالقاعدة الذهبية بين الحزبين القائمة على عدم المساس بمصالح شريحة واحد في المائة من أشد أثرياء المجتمع الأمريكي خطاره بين مززوجين وصل إلى فرنسا ليصفه رئيس الوزراء بالرجل الصغير والسيء مناصر ترامب ومؤيدوه يدركون أن خبرته سطحية في الحياة السياسية كافتقاده للحكمة والكياسة الدبلوماسية لكن ذلك أيضا خدمه في ظل تنامي معدلات عدم الثقة الشعبية بالمؤسسات الحكومية بشكل عام قرابة التسعين في المائة تبلغ نسبة سخرية الشعب الأمريكي وازدرائه للنخب السياسية وفق استطلاعات للرأي بمنحهم ثقتهم لمؤلف كتاب فن الصفقة يسخر الأمريكيون على طريقتهم من حكامهم ونرحب من جديد برئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية الأستاذ عبدالباري عطوان أهلا بك من جديد أستاذ عبدالباري هل يفاجئ العالم وصول شخصية توصف في الولايات المتحدة الأمريكية بشخصية الجدلية كشخصية ترامب عن الحزب الجمهوري نعم هذه ليست مفاجأة وإنما صدمة أيضا هذا الرجل مثل ما يطلقون عليه في الغرب مثل اللوس كانون هذا شخص مندفع لا توجد لديه أي ضوابط ليس عنده أي خبرة لا سياسية ولا اقتصادية وليس لديه أي برنامج اقتصادي يركز بالدرجة الأولى على الشعبوية على العصب العنصري لدى المواطن الأمريكي البسيط على وجه التحديد يتحدث عن طرد المهاجرين من الأمريكا اللاتينية فورا إغلاق الحدود الأمريكية كليا في وجه الزوار المسلمين يتحدث أيضا بشكل آخر عن إقامة سور مثل سور الصين العظيم بين المكسيك وبين أمريكا ويطلب من حكومة المكسيك أن تدفع ثمن البناء أيضا يطالب بفرض ضرائب على المنتجات اليابانية ويقول بأن دول الخليج والسعودية يجب أن تدفع ثمن حمايتها يعارض الإجهاض ويطالب بتغريم كل من تقدم على هذه العملية مثل هذه الطروحات العفوية بين قوسين تجد صدى لدى الشعب الأمريكي خاصة البسيط منه الذي يريد أن يرى بلاده دولة عظمى خاصة أنه يقول أو كرر في كل المناسبات بأنه يريد أن يعيد أمريكا كقوة عظمى في العالم وأن تستعيد هيبتها وهيمنتها هذه شعارات جذابة بالنسبة للأمريكيين البسطاء ولهذا استطاع أن يفرض نفسه على المؤسسة الجمهورية أيضا استطاع أن يمول حملته الانتخابية من جيبه الخاص دون الاعتماد على اللوبيات سواء اللوبي الصهيوني أو اللوبي السلاح أو اللوبي شركات النفط وما شابه ذلك كل هذا شيء جديد في الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هناك حالة خوف ضخمة جدا في كل أمريكا خاصة في النقبة السياسية من هذا البلدوزر الذي جاء ربما ليخلق مشاكل ظاهرة مثل ترامب هل تعبر عن مأزق في داخل الحزب الجمهوري هل هو مأزق في الطبقة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبرز أو تبرز شخصية مثل شخصية ترامب بكل ما تحملها من مواقف ربما توصف بالشادة سيدي أنا أستغرب أن المؤسسة الأمريكية تقف أو المؤسسة الأمريكية الجمهورية على وجه التحديد تتحدث عن دونالد ترامب كما لو أنه ظاهرة ليس لها جذور في الأرض الأمريكية مثل ما نحن عندما نتحدث عن داعش أو الدولة الإسلامية نقول ليس لها علاقة بالإسلام وهي من جاءت من رحم الإسلام شيئنا أم أبينا فنفس الشيء دونالد ترامب هو من ابن المؤسسة الأمريكية الجمهورية المحافظة يعني لا يختلف أبدا عن سارة بيلين لا يختلف عن كل المرشحين الجمهوريين السابقين بحيث أنه زعيم ربما يكون أقل محافظة حتى وأقل يمينية من بعض المرشحين الآخرين فهم فوجئوا به لأنه استطاع أن يحظى بكل هذه الشعبية دون أن تكون المؤسسة أو النخبة الجمهورية الحاكمة خلفه أو العجلة الحزبية الجمهورية تدعمه مثل ما كانت تدعم المرشحين الآخرين بطريقة أو بأخرى فهو استطاع أن يفرض نفسه على هذه المؤسسة وعلى هذه النخبة الحاكمة فهذه الآن في حالة ارتباء غير عادي حتى أن رايان اللي هو زعيم الجمهوريين في الكونغرس يعني قال أنه حتى هذه اللحظة ليس مهيئا لتأييد اللي هو دونالد ترامب وليس ذلك فقط أستاذ عبد الباري حتى في داخل الحزب الجمهوري في الكونغرس وهذا ما سنستعرضه في التقرير التالي أبرز مواقف ترامب من العرب والمسلمين وعن دعمه لإسرائيل ووعوده لها في حال فوزه بالرئاسة تقرير هبا محمود لا لغزة عصيا على الفهم في مواقف ترامب ارتجالية كانت أو مثيرة للجدل ميزة واحدة تصبغها هي الوضوح ضمن جملة من السياسات يعلنها الرجل الذي يفتقر إلى الكياسة والديبلوماسية العداء للمهاجرين من العربي إلى المكسيكيين مرورا بالإسلام والمسلمين وبدأ من بناء حائط على الحدود المكسيكية الأمريكية لمنع تسلل من وصفهم بالمغتصبين ومدمني مخدرات فالمسلمين الموجودين في الولايات المتحدة والدعوة إلى مراقبة المساجد وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المسلمين الإسلام يكره أمريكا بثلاث كلمات فقط اختزل ترامب معادلة العلاقة مع الإسلام أطالب بالإغلاق التام والوقف الكامل ومنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ليس لدينا خيار آخر المسلمون يكرهون الأمريكيين وهو ما يشكل خطرا على البلاد سنجعل دول الخليجي تفتح كيسها يرى ترامب إذن أن دول الخليج خزانة للمال وحسب بل ذهب أبعد من ذلك وقال إنه لا يحب السعودية وإنها ستكون في ورطة كبيرة في وقت قريب وأمريكا لن تساعدها لأنها لم تعد بحاجة لنفطها ترامب طرق باب الإسرائيليين وفتحه على مصرعيه ليجد آذانا صاغية كاسبا ثقة اللوب الصهيوني من خلال وعود سيلبيها للإسرائيليين نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عودة المفاوضات من منطلق الشروط الإسرائيلية وإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني ودعم إسرائيل في مواصلة بناء المستلطنات في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل أتحدث إليكم كداعم مدى الحياة وصديق حقيقي لإسرائيل حتى أن أبنتي لديها أطفال يهود رائعون صدقوني عندما أكون رئيسا لأمريكا سأصوت بالفيتو ضد أي قرار ضد المصالح اليهودية على الفلسطينيين أن يجلسوا إلى الطاولة وهم مدركون أن الرابط بين أمريكا وإسرائيل غير قابل للكسر نهائيا ومرة تلو أخرى يفلح ترامب في الاقتراب من الصباق الانتخابي النهائي على الرغم من وصف منافسته هيلاري كلينتون له بالتقسيمي والمتعصب ولكنه بالتأكيد ليس كما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية قبل أشهر فالرجل أثبت أنه ليس نقطة سيد عبد الباري بالإضافة إلى كل المواقف التي أطلقت من ترامب نتوقف عند المواقف من العرب ومن القضية الفلسطينية وكأنه يتنافس مع كلينتون على إثبات الحب لإسرائيل عندما يقول بأن سيتم نقل السفارة الأمريكية من ترامب إلى فلسطين الله يا ست وفاء أنا أستغرب هل سميلي مرشح أمريكي لا يطالد بمثل هذه المطالب يعني باراك أوباما جاء إلى السلطة وقال أنه سيتمسك بحل الدولتين وسيوقف الاستيطان الإسرائيلي ها هو على وشك أن يذهب ماذا فعل سيد عبد الباري فقط سمح لي نقطة هذه النقطة ترامب مع توسع الاستيطان هذه أيضا من المواقف التي تضاف إليه نعم هو مع توسع الاستيطان وأيضا هل أوقف الاستيطان الرئيس الأمريكي باراك أوباما مثلا هل أوقف الاستيطان جورج بوش الإبن مثلا هذه حقيقة كلهم يتشابهون عندما تأتي الأمور للدول العربية وتأتي الأمور للقضايا الإسلامية يعني عندما يقول بأننا سأطفر الضرائب على الخليج وعلى المملكة العربية السعودية عندما يقول بأنني سأشجع الاستيطان أو سأنقل السفارة الأمريكية إلى القدس عندما يقول بأنني أفتخر بأن أبنتي لديها أطفال يهود وما أجملهم عندما يقول بأنه لن يتردد عن إعادة التهديد لإيران وتفكيك الاتفاق الأخير الذي كان إنقاذا لأمريكا وإنقاذا للمنطقة بأسرها من حرب ربما تكون مدمرة يعني هذه المشكلة يعني هو ترامب ربما أكثر صراحة أو بالأحرى أكثر وقاحة من المرشحين الآخرين طب هيلاري كلينتون قالت هيلاري كلينتون بأنها تدعم إسرائيل وستزيد المساعدات لإسرائيل وتدعم الاستيطان يعني لا يوجد رئيس أمريكي أو مرشح أمريكي للرئاسة لا يعطي اليهود أكثر أو يعطي الإسرائيلي أكثر ما يريدون هذا هي بس مثلما قلت أن ترامب وبالمناسبة المستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط اللي هو الدكتور وليد فارس وهو من أصول العربية اللبنانية يعني كمان هذه مصيبة فوق هذه المصيبة أو أكثر من ذلك يعني هذه المشكلة وكان وليد أيضا وليد فارس كان مستشارا لرومني اللي هو المرشح الأمريكي لانتخابات الرئاسة في الانتخابات السابقة يعني المسألة أنه نحن نفاجأ بترامب والله يا سيدتي كلهم ترامب كلهم ترامب يعني هم يكونون لنا العداء وهم يدعمون إسرائيل ولا يريدون لنا الخير ولا يريدون لنا السلام بل المزيد من الاستيطان والمزيد من الحروب والمزيد من القمع والمزيد من المضايقات للمسلمين يعني ما تحدث يا سيدتي أنصار نعم يعني الإسلام المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون حالة رعب وهجمات وتفتيش ومقارثية جديدة تعود حاليا إلى أمريكا حتى قبل مجيء ترامب تستهدف المسلمين على وجه التحديد ابقى معي أستاذ عبد الباري ربما نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بملف الانتخابات الأمريكية وهناك أيضا ملف آخر لا يقل أهمية فيما يتعلق بفوز صديق خان بمنصب عمدة لندن حيث لا انتصار ساحقا أو واضحا لأي من الأحزاب البريطانية في الانتخابات الأخيرة جيرمي كوربين زعيم حزب العمال استطاع نسبيا الحفاظ على مكاسب الحزب مع جرعة معنويات همة بفوز مرشح هي المسلم صديق خان بمنصب عمدة لندن أما المحافظون ورغم تراجعهم البسيط إلا أن الأمور ستتعقد على زعيمهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يواجه مشاكل جمع لعل أهمها فضائح بنما وقضية استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي موسى سرور لم تجري رياح الانتخابات المحلية وفق ما تشتهي أهواء قادة الأحزاب السياسية البريطانية انتخابات وانتفاوتت فيها الخسائر بنسب مختلفة إلا أنها سترسم ملامح مرحلة جديدة في الحياة السياسية البريطانية حزب المحافظين الحاكم الذي قاتل بشراسة لتلميع صورته بعد فضيحة بانما وانقسام قادته بشأن الاتحاد الأوروبي استطاع أن يحقق فوزا تاريخيا في سكوتلندا بعد أن حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية وانتزع أيضا بعد المقاعد في برلمان ويلز من منافسه الأول حزب العمال إذا أخبرني أحد قبل سنوات أننا سنحل ثانيا في سكوتلندا سأعتبره ممازحا وأطلب منه التفكير جديا في الأمر أدرك أن هناك الكثير من الأعمال التي لا بد من القيام بها لاستعادة شعبيتنا في سكوتلندا سنبقى معكم ونعمل سويا من أجل استعادة دور الحزب سهيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين خيب توقعات الصحافة اليمينية التي تنبأت بخسارته وتمكن من الاحتفاظ بمعظم مقاعد حزبه في المجالس المحلية ولسيما في إنجلترا فضلا عن وصول المرشح العمالي صديق خان إلى منصب عمدة لندن كوربين المنتجي بفوز خان تعرض الانتكاسة في الانتخابات السكوتلندية بتراجع إلى المرتبة الثالثة في البرلمان المحلي لكنه استعاد عن ذلك بتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في ويلز أعتقد أن خسارة المحافظين لمنصب عمدة لندن أمر سيء بالنسبة لهم وذلك بعد سنوات من سيطرتهم على المدينة الحزب الوطني سكوتلندي الذي جعلته نتائج الانتخابات رقما صعبا في المعادلة السياسية البريطانية بعد أن حقق فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية إلا أنه فقد الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة محلية منفردا لكن الأهم بالنسبة له أن هذا الفوز سيعبد له الطريقة أمام إنجاز حلمه التاريخي في استقلال سكوتلندا عن المملكة المتحدة نجأت جيرمي كوربين في الاختبار السياسي الأول له منذ تولي زعامة الحزب في العام الماضي وبدد كاموسا انقلابي خصوم السياسيين في داخل الحزب بعدما تأكدت شعبيته في الشارع البريطاني أما كاميرون فيواجه تركة سياسية ثقيلة في لملمة خسائره الانتخابية واستعادة ثقة الشارع بحزب المحافظين مستسرور لندن الميادين سيد عبد الباري بين ترامب كظاهرة عنصرية ضد الأقليات وما يمثله من خوف وهواجس في حال وصوله للبيت الأبيض ضد العرب والأقليات والعرقيات المختلفة وبين فوز صديق خان عمدة لندن أي رسالة يحملها فوز صديق خان في واحدة من أكبر العواصم الأوروبية أولا لندن تعتبر ربما أكثر من خمس أو ست دول عربية مجتمعة لأن عدد سكانها يصل إلى 13 مليون نسمة في حالة الضروة خاصة عندما يأتي الناس من الخارج أو من أطرافها إليها فلندن الكبرى تعتبر من المدن العالمية الكبرى بكل ما تعنيه هذه الكلمة النقطة الأخرى أن هذا الفوز لصديق خان جاء في وقت مهم جدا وحساس جدا بالنسبة لجيرمي كوربين يعني قبل أيام من هذه الانتخابات كان حزب العمال يتعرض لحملة يهودية صهيونية شرسة جدا تتهم جيرمي كوربين وتتهم حزب العمال بأنه معادي للسامية لأن نائبة ناز شاه في برادفورد كتبت على موقعها على الفيسبوك بأنها تؤيد وتدعم الذين يعانون من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ومجازره وقالت إذا كانت أمريكا تحب الإسرائيليين فلماذا لا تأخذهم عندها يعني حملة شرسة ضد حزب العمال وجيرمي كوربين المؤيد وأيضا معهم اللي هو كيل ليفينستون عمدة لندن السابق حملة شرسة وهؤلاء يعني معروفون بأنهم ضد العنصرية وضد التمييز العنصري بكل أشكاله وضد الحرب في العراق وضد الحرب الحروب الإسرائيلية في لبنان وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مكان فجاء هذا الانتصار الكبير جدا لهذا الإنسان المتواضع الباكستاني الذي كان والده سائق حافلة ويعيش في منزل حكومي بمعنى من المنازل التي تعطيها الدولة أو تبدأها الدولة للفقراء والمعدمين أن يصل من القاع إلى قمة السياسة البريطانية وأن يفوز بعمودية هذه المدينة العظيمة يعني هذا يعني تعزز كثيرا من حزب العمال وحتى من زعيم جامل كوربن سيد عبدالباري ماذا يعني للمسلمين ألحق حزيمة كبرى في حزب المحافظين ماذا يعني للمسلمين فوز صديق خان؟ هذا أولا الأمر الآخر هل فوزه يعني فشل للإسلاموفوبي أم هو استثناء؟ حالة لندن حالة استثنائية أولا حالة لندن حالة استثنائية لندن مدينة متعددة الأعراق والأديان والألوان يعني كوزمو بوليتين يعني أنا عندما جئت إلى بريطانيا قبل أربعين عاما كانت لندن مدينة بيضاء بالكامل الآن تجد البيض في لندن أقلية مقارنة بهذا التنوع العرقي وهذا التنوع الديني هذه نقطة النقطة الأخرى أنه صديق خان أثبت بأنه يعني سارة بالطريق الصحيح دخل المؤسسة البريطانية ودخل التعددية الحزبية وانضم لحزب العمال واتسعد السلم من القاع إلى القمة يعني واعتبر نفسه بريطانيا ولم يعتبر نفسه مسلما لا كان بريطانيا أولا ومسلما بالدرجة الثانية لا شك أن فوز هذا يعزز آمال وطموحات الجهال الإسلامية في مواجهة حملة الإسلام وفوبيا الضخمة التي نتعرض لها سواء في وسائل الإعلام أو في بعض المؤسسات البريطانية بخاصة الآن هذه الحملة تتصاعد بعد اتهام المسلمين بالإرهاب وتفجيرات باريس وتفجيرات بلجكا وتفجيرات أمريكا فأعتقد هذا جاء هذا الانتصار في الوقت المناسب وسيعزز من الوجود ليس فقط المسلمين وإذنما أيضا كل الأقليات الأخرى التي جاءت إلى هذه البلاد واندمجت أو تحاول الاندماج في ثقافتها وفي مؤسساتها الحاكمة أو مؤسساتها الاجتماعية ومؤسساتها الاقتصادية هذا نجاح كبير لكل غير البريطانيين أو من أصول غير بريطانية حقيقية وجاءوا من العالم الثالث ومن الدول الإسلامية على وجه التحدي أنا أشكرك كل الشكر أستاذ عبدالباري عطوان وأنت رئيس تحرير جريدة رأيي اليوم الإلكترونية على توجتك بس في نقطة يا عزم تفضل أستاذ عبدالباري يا وفاء في نقطة يعني تخيلي في أنه عندنا مسلم يصل إلى عمدة لندن تخيلي لو هذا الباكستاني كان في الدول العربية يعني لو حتى عمر أبوه سائق الحافلة ألف عام مثل سيدنا آدم هل سيحصل على جنسية؟ هل سيحصل على حقوقه؟ هل سيحصل على امتيازاته؟ هل سيتم الاعتراف فيه؟ ولا سيقول روح يا باكستاني روح يا هندي ونسخر من الهنود ومن الباكستانيين للأسف يا سيدة والله نحن العنصريون لجب أن نتعلم المساواة للأسف فعلا هذا ما يحصل في دولنا العربية يعني صديق خان هو من أصول باكستانية مسلمة وستطع أن يندمج فيه المجتمع البريطاني كواحد أو هو واحد من المواطن فيه كل أحوال كل الشكر لك أستاذ عبد الباري عطوان وأنت رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية كنت معنا من لندن على توجدك معنا في مسائية اليوم يعتبر ما يسمى جيش الفتح الذي يضم عددا من المجموعات المسلحة بقيادة جبهة النصر ويعتبر المسؤول الأبرز عن الهجمات الأخيرة على حلب واريا فيها والتي أسقطت الهدنة وهذا الجيش الذي حظي بتسليح أمريكي وسعودي أعادت المخابرات التركية بناءه من أجل خوض معركة ريف حلب الجنوبي وعملية تجنيد لصفوفه يقودها الداعية السعودي عبدالله المحيسني وأغلب المجندين هم من الأطفال تقرير ديمة نصيف عبدالله المحيسني داعي جبهة النصر السعودي في بداية حملة تجنيدا لإحياء جيش الفتح قرب أحد مخيمات اللاجئين في إدلب الذي يريد ينفر يعني يحمل بارودته يعني دمه يقع على الأرض لأجل لا إله إلا الله يرفع يده النفيرون في جيش المحيسني جلهم أحداث أطفال من مخيمات إدلب يدفع بهم إلى جحيم الحرب للتعويض عن هجرة الآلاف من المقاتلين عبر تركيا ومقتل المئات منهم في حملة الأشهر الماضية الروسية السورية في أرياف إدلب وحلب تجنيد الأطفال السمى الجديدة لجيش الفتح لتعويض خسائره من المقاتلين أما السمى الأساسية في إعادة بنائه هو اجتماله على كل المجموعات التي تعمل بإمرة المخابرات التركية في الشمال أجناد الشام، فيلق الشام، أحرار الشام ولواء الحق وجيش السنة والصينيين من الحزب التركستاني الإسلامي الهدنة التي أرادها الروس رغم تحفظ دماشق أتاحت للسعودية والولايات المتحدة إعادة تسليح المجموعات المسلحة بآلاف الأطنان من الأسلحة التي سبق أن دمرتها الغارات الروسية والسورية الأسراك أعاد تنظيمها من أجل معركة حلب محيط حلب هو الذي يحتوي على مؤيدين لتركيا على تركمان بين قوسين، على جماعات مسلحة يمكن أن تراهن عليهم في كسر أي تفاهمات يمكن أن تحدث بين الحكومة وأي أطراف أخرى من المعارضة أو حتى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فيما يتصل بحلب والجبهة الشمالية جبهة النصرى استعادت المبادرة في الشمال ولكن اختراق جبهة يحشد فيها الجيش السوري وحلفائه ثلث عديده في حلب وريفها يمنع الأتراك ومجموعاتهم من تحقيق أي اختراق يقلب ميزان القوى القدرة على الاستمرارية نعم من خلال اعتماد الضربات النارية النوعية والمركزة التي تسهدف بآن واحد الحد الأمامي خط التماث القتالي وبآن واحد العمق العمليات للمجموعات الإرهابية الأحداث الذين يندفعون إلى جبهات القتال أمضوا 15 يوما في مخيمات التدريب الأطفال والريف الذي تحول إلى مخيمات نزوح خزان جيش الفتح الأخير في معارك حلب ديما ناصيف دماشق الميادين لم يبقى لنا سوى التذكير بملفات المسائية هدوء حذر على حدود قطاع غزة بعد غارات جوية ولا مؤشرات على التصعيد فهل فشل الاحتلال في تغيير معادلات عدوان الجرف الصلب؟ الجمهوريون أمام معضلة ترشيح ترامب للسباق إلى البيت الأبيض هل هو مأزق حزبي أم أزمة الطبقة السياسية؟ لندن تنتخب عمدتها من أصول باكستانية أي رسالة يحملها فوز صديق خان للمسلمين وللمصابين برهاب الإسلام في أوروبا نشك لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وللغة الإسبانية سبانول دوت الميادين دوت نت بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي ألقاكم على رأس الساعة في موجزن لأهم الأخبار إلى اللقاء